سهر خير عامليني يا رب يكونوا خير الفيديو عن توقعات برج العزراء لشهر اغسطس 2022 لو انت او انت اول مرة تشوفوني فانا قناتي قناة منوع بنزل توقعات الابراج كلها كل شهر وكمان بعمل فيديوهات معلومات عمام تقدروا تاخدوا فكرة عن الفيديوهات اللي بعملها من لينك الفيديوهات اللي هسيبه في الديسكريبشن في الوصف حاجة تانية دي توقعات يا جماعة ما بنقدرش نعرف الغيب لان الغيب بتاع ربنا بس احنا ميزة في التوقعات هي الدردشة الاحداث اللي بتدور دايما هي اللي الواحد بيقراها في التوقعات احداث دايما بتدور في حياتنا فالنصايح بتنفع هنا تمام مش عشان مش عايزة طول انا هتكلم في الجانب المهني وبعد كده الجانب العطفي الجانب العطفي بخصوص العزاب وكمان بخصوص المرتبطين والمتزوجين هبدأ بالجانب المهني يلا بنا الجانب المهني شهر اغسطس هيكون فيه اطراب في الشغل لموليد برج العزراء للأسف الاطراب ده هيكون ليس اسباب طبعا الكلام ليك وليك شباب شبات رجال سيدات يعني عام السبب اللي هيكون اطراب ده موجود بسببه هو اني هيكون فيه سوق تفاهم بينك وبين زميلك ومش زميلك بس وكمان مكتوب كده كبار الموظفين اللي هم يعني المرتبة العالية المديرين الإدارة او الناس يعني التايتل بزح عالي في الإدارة عايز اقول يعني وبقى شد المرتبة وخليهوا منزله من اللي هتشوفه السبب هو سوق الفهم بينك وبينهم وبين كمان زميلك وده هيسبب اطراب داخل الشغل ولكن اللي انا عايز اقوله ان انت محتاج الفترة دي فيه حاجات معانا او نصايح مهمة انت محتاج تعملها عشان تعدي الفترة دي على خير الا لو انت قدامك وظيفة تانية ده موضوع تاني لكن لو ما قدامكش وظيفة تانية يبقى لازم نبتدي نشوفها نتعامل ازاي في الجو اللي بالشكل ده او الاجواء اللي زي دي هقولك بقى النصايح لو التوقع ده هتطلع صح فانت محتاج عقل وحكمة حكمة بمعنى ما تتكلمش كتير في الفترة دي والاجواء لما تليها كده ما تتكلمش كتير وكمال ما تهزرش كتير يعني انت لو طبعك تحب تهزر مع زميلك ما تهزرش كتير كلامك يكون بحساب وتاخد بالك من كل كلمة طالع منك مش عايز اقولك كلامك يكون بقتارة ولكن بحساب وكل كلمة طالحة لازم تفكر فيها كويس كل ده هيقل شوية من الاضطرابات نحيتك ناحية زميلك بقى يعني هما مع بعض دي حاجة ما انصحكش انك تداخل فيها يعني لما تشوف مشكلة ما بين زميلك ما تداخلش لازم تحاول الفترة دي في الاجواء اللي زي دي تبتدي تاخد جنب وتتكلم قليل تهزر قليل تركز في شغلك وبس وقت انصرافك انا دايما بنصح في الاجواء اللي زي دايما بكده وقت الانصراف معادي الساعة ستة ستة بالزبط اكون ماشي وفي نفس الوقت وقت الحضور في معادي يبقى برضو بالزبط عشان ما امسكش علي غلطة ولا حاجة كلام برضو بأكد ليك وليك يعني عشان بس انا طريقة كلامي دايما نواجهها للشباب او الولاد ولكن انا التوقعات دي عام يعني شباب وشبات فانت لازم تمشي على ده طبعا ده هيقل من الاضطرابات اللي حواليك وهيخليك شوية في حتة كده على جنب وده المطلوب عشان نعدي الفترة دي فانت محتاج تبع على جنب اه ما تدخلش في نقاش فترة طويلة يعني لما تلاقي النقاش ابتدى يطول حاول ان انت وخصوصا مع الناس معينة انت عارفها وانت عارفها انت عارفين الشخصيات اللي معاك في الشغل الشخصيات بقى اللي انتو عارفينها دي اللي هو مش عايزة اتنقش معه كتير اللي هو استاذ رفعت ده راجل دايما يعمل من الحبة لا انا مش هتكلم معاه غير في الحدود الدياقة ولو النقاش طول انا اللي هأثر النقاش بشكل طبعا محترم ومهزب اه أثر وابتدي اركز في شغلي هتلاقي اساليب كتير تقدر تأثر بها اهمها انا عندي شغلي كتير عايزة خلاص اه اه كمان اه اللي عايزة اقوله اني حاول على قد ما تقدر اه تاخد اجازة وتاخد اجازة طبعا انا ما حبيتش ااكد قوي على الاجازة لاني ممكن ما ساعرفش تاخد اجازة بس وقت اجازتك انت ليك اجازة في الاسبوع يوم او يومين ايا كان في شغلك نظام الاجازات اه حاول اليوم ده تقضي الاجازة يعني عايزة اقول لك ايه كافئ نفسك ايه بعد نفسك عن التوتر لو انت متزوج خد اسرتك واحنا جايين للمتزوجين بعد كده وهنتكلم برضو بخصوص الخروج يعني والفسح خد اسرتك واخرج مش متزوج اخرج مع صحابك شوف ايه بيخليك تغير مودك وابتدي يعمله كل ده هيقل لحد بس ما الفترة دي تعدي وبعد كده الامور المفروض ان شاء الله ان هتستقر على اخر شهر اخسطس ويا رب يديكو الحكمة ويوفق الجميع عايزة اقول حاجة قبل ما خلصت الجانب المهني الفترة دي برضو قريت ان هيكون فيها مجهود جيادة شوية يعني هيبقى فيه مجهود كده شاك شوية استحمل والمجهود ده ممكن يكون سبب ان يبعدك عن المشاكل لانه هياخدك مجهود يعني هيبقى مجهود جامد مركز في شغلي ماليش دعوة اللي جنبي ماليش دعوة بزميلي يعني وده المطلوب في الفترة دي شغلك عكس فيه وبالعكس ما حانش عارف مش ممكن لما تركز في شغلك قوي تتغير المنظومة كلها وتلاقي ناس قدرتك او الادارين يقدروك اتمنى ده واتمنى ان التوقع ده يكون يعني مش صح والنصايح دي تمشي على فكرة سواء مع الطاقعات او في الاجواء دي حتى لو انت خدت بالك او اتفرجت يعني على الفيديو في الاجواء اللي زي دي اتعامل بالمنظر ده وشوف انت النتيجة بس ما تنساش تكتبلي في الكومنت ايج ده الجانب الماني خش بقى الجانب العاطفي وهبدأ بالعزاب سنجل زه يالله بيد العزاب الناس او العزاب اللي شباب او شبات مستعجلين او عندهم رغبة كبيرة في الارتباط او زهقوا من العزوبية والوحدة حاول والكلام ده البرج المالي برج العزراء مهم جدا وكلام ده في العام برضو مهم وانا مقتنع به ما تتصرعش الفترة دي في انك ترتبط يعني ما تقعش في الارتباط بسهولة انت او انت علشان ده بيكون ممكن يكون ليه عواقب سيئة او يعني نتيجة سلبية فده انا قريته وانا مقتنع ان الارتباط اللي بيجي على مهله بيكون افضل من الارتباط اللي بيجي بسرعة انا عن نفسي مقتنع بدا فانا ما بقولكوش كلام اللي هو اللي انت عايز تسمع انا بقول اللي انا شايفه ويخلص ضميري نحيتك ونحيتك انت عملت عكس كده خلاص انت حر لكن انا بقولك اللي انا شايفه ومش عايز اقولك كلام اللي هو اخد فيوز وخلاص انا شايف ان الارتباط لما يجي كده بالعقل وقبل القلب ده بيكون ناجح اكتر مفيش ارتباط وجواز مفيش مشاكل ولكن القصة كلها ان المشاكل دي هيتعاملوا معها الطرفين ازاي هنا بيرجع العقل وهنا لما بعرف اختار الشخصية الصح اللي هكمل معها طريقي الصح مدام البداية مع شخصية صح يبقى الطريق هيمشي صح الاساس تبنى صح يبقى بعد كده هيطلع بقية الحياة المستقبلية صح فما تتصرعيش وما تتصرعش العزوبية ما تخليهاش تدفعك او الوحدة ان انت عايز ارتبط عايز اتكلم في التليفون وعايز واحدة تتطمن علي انا عايزة واحدة يهتم بيك انت تدرس اللي قدامك كويس وتاخد وقتك وتاخدي وقتك عشان تبني ارتباط صح هقولك على حاجة وهقولك لو انت ارتبط ارتباط طبعا ما دخلتش في الجواز والارتباط من الاول طلع يعني الشخصية مش صح هيحصل ان انت هتبقى تعلقت بشخصية وهتتوجع وهتتجرح وهتدخل في النفسية متضايقة شوية فترة طويلة ولو انت او شخص بتحب بعمق وانت بتحبي بعمق والشخص طلع مش تمام هتدخل في النفسية هتطول معاك طب ليه طب ما نختار بالعقل من الاول علشان الموضوع يمشي صح ويمشي خلي دايما الارتباط ده خطوة خطوة انا اعرف اللي قدامي اشوف طبعه اتعامل معا كتير بعد كده خطوبة احتكبيه كتير في الخطوبة يجينا البيت كتير نخرج معا كتير نعرف بقى الطباعة اكتر حاجة تخليك تعرف طبعه اي شخص انك على طول معاك على طول معاك هتعرف حتى لو هو الشخص ده بيصطنع او بيمثل هتعرفي هتعرفي من رد فعل في موقف معاك اتنرفس في حتة غضب في موقف معاك هتشوفي رد فعل شخصي تاني الطبع بيبان بقى هنا تهي دي القصة ما تتسرعوش ما تتسرعوش دي بالنسبة للعذيب ويا رب يبعت لكل الشخصية المناسبة ولد او بنت خش يا بقى المتزوجين والمرتبطين المتزوجين والمرتبطين الشهر ده شهر اغسطس وخصوصا اول اغسطس محتاجين انكم ما تتققوش في تصرفات بعض يعني ما تتققيش في تصرفت اللي انت مرتبطة بيره ما تتققيش في تصرفات زوجك وانت ما تتققشف تصرفات مراهتك فوته فوته شوية عشان انتم بحتاجين دا الفترة دي تغير ان انتم بحتاجين تغيروا الحياة الروتينية والحياة الروتينية دي اكتر المتزوجين لان المرتبطين بخرجوا وبتقابلوا المخطوبين دي فترة خروج لكن المتزوجين هي اللاحاتهم تبقى الروتينية قوي فانتم المحتاجين تغيروا دا دا هيفرق معاكو في الاستقرار والانسجام بمعنى بمعنى خروجة تاخد قسرتك وتخرج يعني انا ما ب青تش الخروجة اروح اقعدهم في فندق خمس نجوم ولا اروح اقعد في فندق لو انت امكانياتك مدوسطة انت لو خدتهم وخرجت وتمشيتهم في حتة انتوا بتحبوها مثلا زي عندنا في مصر في وسط البلد وجبت لهم ايس كريم خروجة بسيطة ورجعتوا البيت هتفرق معاكم عندك امكانيات ان انتوا تقعدوا في حتة يبقى تمام اقعدوا في حتة في امكانيات صفر يكون احسن واحسن واحسن ويكون ممتاز الصفر ده يعني انا كنت عامل فيديو عن فوايد الصفر هسيبهولكو برضو في الوصف او ممكن يظهر لكو في الاي هنا او هنا اه اه الصفر ليه فوايد حلوة اوي في موضوع الضغوط والحيروتينية فوايده كتير يعني فلو فيه صفر يكون افضل ما فيه صفر خروجة بسيطة مش هتخرجوا قعد عائلية لو في يعني في التجمع العائلي انتوا عارفين فيه محبة في العائلية ما فيش مشاكل كتير او نزاعات يعني قعد عائلية حلوة هيبقى فيه بهجة وضحك وظهر واكلة لطيفة ونحلي وننبسط وندردش ونفتكر شوية ذكريات كل ده هيغير من الحياة روتينية صحاب لو نخرج مع صحابنا فيه ضيوف نعزمهم من اسرية من الاسرة احنا عارفين الناس دي بتحبنا وفيه محبة نعزمهم يجوا يقضوا معنا يوم ونقعد نهتحك ونتفرج على اي حاجة صحيح مطلوب كمان انشطة مسلية في خلال شهر اغسطس المتزوجين والمرتبطين انشطة مسلية تلعبوا جيمزة مع بعض اه تتفرجوا على فيلم كوميدي الافلام الكوميدي احنا بتغير المود كل دي حاجات هتغير الحياة روتينية وهتفرج اكلة لذيذة تكونوا بتحبوها كل دي حاجات فعلا بتفرج وربنا يا رب يهدي سر كل بيت ويكمل للمرتبطين على خير وهنا ابوصلت نهاية فيديو توقعات برج العزراء لشهر اغسطس اتمنى ان يكون شهر خير عليكو جميعا وعلى الابراك كلها الاثناشر برج مش برج العزراء بس ولو عجبك الفيديو او عجبك ما تنسوش راموني بلايك ولو مش مش تشترك او مش تشتركوا عشان شوفوا كل جديد من الفيديوهات نوع ما تنسوش تشوفوا اللينك اللي هسيبه في الديسكريبشن لينك الفيديوهات الكنرات شكرا اوليكو مع السلامة شكرا